كما قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بزيارة مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا توادرس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية والتوفيق وأن يحفظ لأبناء الشعب ترابطهم من جانبه وجه قداسة البابا توادرس الثاني الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له